موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان موضوع في غاية الأهمية صلب المسيح هل هو الضعف أم شجاعة وأنا أصلي أن نلقي الضوء على هذا الموضوع في هذه الحلقة وأنا أعجب من أشخاص يحاولوا أن يقللوا من أهمية الصلب هو بكل بساطة وكأنهم يدافعون عن يسوع المسيح طالما يسوع المسيح نبي عظيم حاشى لهذا النبي أن الله يسمح له بموته أو بصلبه وبهذا أحبائي يخالفون كل المشيئة الإلهية وكل البرنامج الإلهي من أول التاريخ حتى آخر شخص في هذا الوجود قبل ما أخوض في هذا الموضوع خليني أذكر بعض الملحوظات ملحوظات عن صلب المسيح أولا يعني عادة يقوله حاشى لله أن يموت طبعا نحن من أكد هذا الموضوع حاشى لله أن يموت فالذي صلب هو يسوع المسيح الإنسان الكامل فاللهوت لا يموت شيء تاني نحن لا نعبد الصليب ولكننا نعبد يسوع المسيح ابن الله فإذا كتير مرات بتسمع التعبيرات عباد الصليب نحن لا نعبد خشبة ولا نعبد صليبا ولكن نعبد يسوع المسيح فالصليب كان أداة إعدام في أيام الرومان ولكننا نفتخر بالصليب ليس لأجل خشبة أو معدن بنلبسه ولكن من أجل يسوع المسيح الذي قدم لنا خلاص كامل وفداء كامل شيء تالت يسوع المسيح هو الذي مات على الصليب ولم يشبه به أو له أحد لأنه حاش لله أن يخدع الناس بوضع شخص آخر على الصليب مثل مثلا يهود الإسخاريوطي ولماذا لا يسمح الله للمسيح بأن يصعد مباشرة إلى السماء أمام عيون الناس وما حاجة أن الله يستبدل المسيح بشخص آخر على الصليب حتى لدرجة وهو ويسوع وهو على الصليب قالوا له انزل عن الصليب فنؤمن بك فكانت الفرصة ليسوع المسيح ثم أحبائي كلمات المسيح على الصليب بتعبر عن الترتيب الإلهي البرنامج الإلهي التفاصيل الدقيقة والكثيرة فإذن استحال أن يكون شخص آخر الذي صلب مكان يسوع المسيح شيء رابع الصليب لم يكن النهاية بل الصليب هو البداية لكن في الصليب هزم المسيح الشيطان وبقيامة يسوع المسيح أكدت مصداقية يسوع المسيح وكل التصريحات التي أعلنها وهذه اندلت على شيء تدل على قوة المسيح الحي المقام من الأموات وقوة المسيحية التي تتبع يسوع المسيح ثم أحباء صلب المسيح هو أصبح رمز المحبة والتضحية والشجاعة والصلاح فكيف لا يصلب المسيح طالما هو مثال ورمز للشجاعة والمحبة وكل صلاح فأنا أدعوك حتى تشاهدوا هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير احباء صلاح موسيح موسيح pśc أهلاً حبائنا مشاهدينا بحب أكد في هذه الحلقة أن الصليب يعبر عن شجاعة يسوع المسيح حتى ولو أن المسيح صلب من ضعف كما يقول رسول بولوس إلى كنيسة كورنتوس الثاني إصحاح 13 والآية 4 ولكن أحبائي واضح من الآيات العديدة والتفاصيل الكثيرة نحو صلب المسيح تؤكد مصداقية المسيح والمسيحية فنحن نتحدث عن مئات الشهادات التي تثبت صلب يسوع المسيح والغريب الذين يتهموننا بهذا الاتهام لا يوجد دليل واحد دليل واحد دليل واحد يثبت عكس هذا الشيء فإذا أنا مرات أقول نفسي أن الشخص يجي معاي على مدينة القدس ونبتدي بالتفاصيل الدقيقة من وجود يسوع في مدينة أورشاليم إلى الصلب الأحداث والتفاصيل والتحركات والأماكن الجغرافية والسير يسوع المسيح إلى الجلجثة يعني شيء مذهل وعجيب جدا كم التفاصيل الهائلة في هذا الموضوع وطبعا إحنا اتحدثنا كتير عدة مرات عن براهين الصلب أو الصليب وأهمية الصلب وإيه اللي ممكن نتعلمه من خلال هذا الصلب ولكن تركيزي في هذه الحلقة هو أن المسيح ذهب إلى الصليب وهو عالم بهذا الأمر من اللحظة الأولى من خلال تجسده أنه جاء لهذا الغرض لموته على الصليب ولكن خليني في البداية أستعرض هذا الموضوع أول شيء النبوات العديدة التي أنبأت بمجيء المسيح ليموت على الصليب خلينا أقول أحبائي في رموز في ذبائح في نبوات لا حصر لها في العهد القديم التي تنبأت عن مجيء المسيح وأن المسيح سيكون الأضحية أن يقدم نفسه كحمل الله بلا عيب وهذا بتشوفه من بداية سفر التكوين عندما قال الله أنه سيأتي مستقبلا من نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحية وابتدأت النبوات من آلاف مئات السنين مثل إشعياء 700 سنين قبل الميلاد داود النبي ألف سنين قبل الميلاد والشيء الغريب في مزمور 22 والعجيب أيضا وإشعياء 53 وكأنه يصور أحداث الصلب ومنظر الصلب كأنك أنت بتتفرج على أحداثه من خلال النبوات ما أكثر النبوات التي تمت في صلب يسوع المسيح ويقال أنه أكثر من 34 نبوة تمت في يوم واحد فقط في أحداث الصلب حتى ولادة يسوع عندما بشر الملاك مريم ويوسف أيضا قال أن المخلص اسمه يسوع يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا طبعا بيتمشى مع الآية في العهد القديم أنا الله وليس مخلص آخر في العهد الجديد في أعمال الرسل إصحاح أربعة والآية 12 مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن يخلص هذا التايتل هذا اللقب والصفة والعمل والطبيعة لا توجد في أي شخصية أخرى أن يقال عنه المخلص فمثلا موسى كان مخلص أو منقذ أنقذ شعبه من العبودية من أرض مصر ولكن المسيح جاء ليخلص من عبودية الخطية من بداية التاريخ حتى آخر واحد قبل مجيء يسوع المسيح ثانية حتى النبوة من سمعان الشيخ قال للقديسة المطوبة مريم مريم العذراء سيجوز في نفسك سيف بيتكلم عن أحداث الصل ثم أحباء كلمات يسوع المسيح بنفسه عن نفسه في يحنى 3 آية 14 قال لنقديموس الذي يعرف الكتاب المقدس وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية اسمع هذه الآية التي قالها يسوع بفم المبارك في إنجيل يحنى الإصحاح السادس قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم آية 51 اسمع كلام الرب يسوع في يحنى 10 أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم قال يسوع لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأخذها أيضا ليس أحد اسمع الكلام انتبه معي اسمع الكلام هذا كلام يسوع ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا هذا كلام يسوع المسيح فإذا لا الرومان ولا بلاطس ولا قيافة ولا حنان ولا اليهود ولا أي شخص فالمسيح اختيارا طوعا هو الذي قال لي سلطان أن أضعها من ذاتي ثم قال يسوع لبلاطس لم يكن لك علي سلطان البتة بعد ما قال بلاطس ليسوع لي سلطان أن أصلبك ولي سلطان أن أطلقك فالمسيح صحح مفهوم بلاطس قال له لم يكن لك علي سلطان البتة إلا إن كنت قد أعطيت من فوق يعني هذا بأمر إلهي أنا باختار هذا الشيء والسلطان اللي أنت بتمارس عليه هو حقيقة أنك أعطيت هذا السلطان فإذن المسيح وضع بالكامل إرادته أسلم إرادته لمشيئة الآب ثم اسمع ما قال يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير طبعا كان بيتكلم عن نفسه في إنجيل يحن أصحح 12 والآية 24 ثم أحباء يسوع مش بس الكلمات اللي قالها أو التصريحات ولكن حتى المسيح تنبأ عدة مرات مرات عديدة للتلاميذ أنه سيموت في أورشاليم وابتدأ هذه النبوات في قيصرية فليبوس بعدما مدح بطرس وطوبه عندما أعلن أن المسيح هو ابن الله ولكن ابتدأ المسيح أن يتكلم عن الغرض من مجيئه الغرض من دعوته أن ابن الإنسان سيذهب إلى أورشاليم وهناك سيصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم فالمسيح لم يكن مسلوب الإرادة بل أعلم عن صلب أحبائي في بشارة متى إصحاح 16 تأمل معي هذه الكلمات مكتوب وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشاليم لوقا إصحاح 9 والآية 51 يعني عندما صار التوقيت الإلهي ثبت وجهه حقيقة أنه عدة مرات حاولوا أن يلقوا القبض على يسوع المسيح ولم يقدروا لأن ساعته لم تأتي بعد وعندما سمعت تهديد من من هيرودوس أنتيباس اللي قطع رأس يحنى المعمدان قال قولوا لهذا الثعلب ووضح أن المسيح لم تكن ساعته وأنه أي شخص أي نبي ينبغي أن يموت في أورشاليم فإذا كان المسيح واضح لما صارت الساعة ثبت ركز وجه شخص خلاص يعني لا توجد أي قوة في العالم ترجع يسوع عزيمته كان منطلقا نحو أورشاليم ثم يكمل الكتاب قائلا أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت اسمع الكلام لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى ثم يكمل قائلا يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه لاحظ الكلام من عند الله خرج وإلى الله يمضي في يحنى 13 ويحنى 16 خليني أقرأ آيات مهمة جدا أحبائي في هذا الصدد يحنى إصحاح 12 آية خليني أبتدي من آية 27 الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول أيها الآب نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا في آية 31 من نفس الإصحاح الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا بيتكلم عن هزيمة الشيطان على الصليب ثم يقول في آية 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت فالسؤال هل هذه الآيات تعبر عن شخص ضعيف أم شخص شجاع رايح لأورشاليم حتى يواجه الموت حتى قيافة اللي تنبأ عن يسوع قال خير أنه يموت إنسان واحد عن الشعب ثم أحباء خليني يعني بصراحة تفاصيل المحاكمة تفاصيل المحاكمة يعني كلها المسيح حكم عليه بتهمة التجديف ليس لأي صلاح أو عمل حسن لأنه قال أنه ابن الله أي أنه الله فإذن التهمة كانت التجديف وهو الذي قال ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة لاحظوا أن هذه الساعة كانت في التوقيت المعين شيء آخر مهم جدا أحبائي اللي بتبرهن على شجاعة يسوع المسيح المسيح ما كانش خايف من الصليب كان رايح للصليب بالحقيقة لقد وبخ يسوع بطرس واحد من تلاميذه يعتبر واحد من أعظم تلاميذه لأنه ما كانش مدرك ما كانش فاهم فكرة الصليب وبالحقيقة وبخه مرتين أول مرة بعد ما بطرس قال ليسوع في قيصرية فليبوس يعني في بنياس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب وقال طوب لك يا سمعان بنيونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وبحال ما ابتدى يسوع يتكلم عن الغرض أنه رايح لأرشليم ليصلب على طول بالنسبة لبطرس شاك حاشة للمسيح أن يصلب قال له حاشاك يا رب فانتهره يسوع قائلا ابعد عني يا شيطان أبعد عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس تخيل أنه بحال مقاوم فكرة الصلب على طول المسيح أدرك أنه هذا روح شيطاني الذي يرفض صلب المسيح فقال له أبعد عني يا شيطان والمرة الثانية في بستان جتسماني المسيح كان بيصلي وكان يصارع ويجاهد في البستان لدرجة أنه العرق نزل قطرات دم والمسيح وهو يصارع بسمه بستان النزاع قال إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك ولما جاء يعني الفكرة أنه يسوع عارف أنه جايين يقبضوا عليه ولكن شيء تاني أو مرة تانية بطرس في البستان قطع أذن عبد رئيس الكهنة وبسميه الكتاب ملخص والمسيح رد الأذن يعني عشان تشوف سلطان المسيح هو سيد المواقف والأحكام رد الأذن وقال لبطرس رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف أيضا يهلكون ثم قال يعني ألا أقدر أن أطلب من أبي أن يرسل إلي إثنى عشر جيشا من الملائكة هو ملائك واحد قضى على أشور 185 ألف جندي في فترة بسيطة فكم بالحر 12 جيش جيش يعني آلاف الملائكة بخلصوا على العالم كله ولكن كيف يتم المكتوب هذا كان فكر الرب يسوع المسيح فالمسيح جاء ليتمم مشيئة الآب يضع إرادته الكاملة بالتوافق الكامل مع مشيئة الآب والأعجب من كل هذا أحبائي أن يسوع المسيح في البستان خرج ليواجه الجنود يعني مش اتراجع أو اختبأ فخرج يسوع لاحظ الكلام وهو عالم بكل ما يأتي عليه ومش بس يعني راح وجه الكهنة وحراس الهيكل والجنود الرمان كان معهم يهود الإسخريطي مسلمه وجههم بل سألهم قال لهم من تطلبون قالوا يسوع الناصري قال أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض رجع مرة تانية رجعوا وقفوا سألهم مرة تانية من تطلبون قالوا يسوع الناصري قال قلت إني أنا هو ولكن لاحظ الكلام بردو رجعوا إلى الوراء وسقطوا وقال لهم دع دع هؤلاء يذهبون طبعا كان لتتميم النبوة أنه لم يهلك أحد من تلميذ المسيح في تلك الليلة في يحنم 18 كانت لتتميم النبوة سقطوا على الأرض عندما قال إني أنا هو بالحقيقة إني أنا هو هو لمحة من مجد المسيح لمحة من لهوت يسوع المسيح لم يقدروا أن يقفوا على أرجلهم وهذا اندل على شيء أحبائي بالدل سلطان وسيادة يسوع المسيح المطلقة أنه سيد الأحداث وهو المسيطر على كل الأحداث وعلى كل مشهد الصليب من الألف إلى الياء ابقوا معي سأواصل حديثة بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا صلب المسيح ضعف أم قوة شوفنا أحباء أن المسيح ترك الجليل وذهب إلى أرشليم ثبت وجهه وكان دايماً بيتكلم عن الساعة والساعة لابد أن تتم بالتوقيت الإلهي وكل الآيات اللي اقتبستها هو فعلاً يسوع ذاهب إلى الصليب وأنه كان هو سيد الأمر كله إلى السيادة والسلطان الكامل في كل أحداث الصلب ولكن خليني في هاي المرحلة شيء آخر يسوع وهو على الصليب برضو كان متحكم بكل زمام الأمور كلمات المسيح على الصليب مزهلة جداً أحبائي يهتم بأمه فكيف يشبه المسيح بشخص آخر بديلاً عنه على الصليب وهو الذي قال لمريم أمه هو ذا ابنك لا يحنى ثم قال يحنى هو ذا أمك ألا يستطيع أن يميز يسوع المسيح على الصليب وكيف يكون على الصليب لو كان شخصي غير المسيح لقال ظلم يا جماعة ظلم مش أنا ولكن كان سيد الأحداث كيف وهو على الصليب يقول للص التائب اليوم تكون معي في الفردوس فإذا أحبائي كل ما يتطلب منه اقرأ بشارة واحدة من الأنجيل المقدسة اقرأ إنجيل يحنى تحتاج لنص ساعة ثلاثة ارباع الساعة وهل بتجازف في كل أبديتك وبتقامر بحياتك ونفسك لأنك مش قادر تقرأ ولو ثلاثة ارباع الساعة لساعة وهي الساعة اللي راح تغير كل حياتك ومصيرك وأبديتك مجرد تسمع أقواله بترددها وبتكررها من غير ما تعرف ما هو الصح وكيف المسيحي بفكر وماذا يقول الكتاب المقدس من أجل أبديتك ومن أجل مصيرك أنا بشجعك إنك تقرأ في كلمة الله ولكن المسيح على الصليب اسمع كلمات التعيير والاستهزاء حتى من الكهنة فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله عم بيتكلمه كل هاي التعبير الصحيحة لو أنت فعلا المسيح مختار الله كما تقول النبوات عنك فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به لاحظ الكلام فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به لأنه قال أنا ابن الله يعني الدليل تبعهم لو نزل المسيح عن الصليب لأنه قال أنا ابن الله كان آمن ولكن في دليل أعظم اللي هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات حتى على الصليب المسيح لم يستجب لطلباتهم يعني السخيفة خلينا أقول أنه بحاول يطلب من يسوع بلاش تتصلب انزل كأنه بصفه أو بأيده الشيطان الذي يرفض صليب يسوع المسيح شيء مهم جدا على الصليب وأنا عاوزك توخد بالك من هذا الموضوع انتبه للشيء اللي إسه أنا رح أعنه على الصليب مكتوب فلكي يتم الكتاب قال يسوع المسيح وهو على الصليب أنا عطشان شيء آخر يعني لاحظ التسلسل يا أبتاء في يديك استودع روحي لاحظ شو بقول الكتاب نكس الرأس أولا ثم أسلم الروح والشيء المتعرف عنه أحبائي أنه الشخص يسلم الروح فيسقط الرأس وتسقط الأياد فيكون جثة هامدة لا روح لها ولا حياة ولا حركة ولكن لاحظ السلطان المسيح بين يديك استودع روحي مكتوب نكس الرأس ثم أسلم الروح هل في معلومة دقيقة أكثر من هذه المعلومة إخوتي وأخواتي بهذا المعلومة إذا عندك أي شك الآن أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح ولا تجازف بحياتك وأبديتك أو كما قال له سلطان على روحه مثل ما مكتوب أسلم نفسه للموت ثم سلطانه على الموت أيضا أحبائي هذه الكلمات والترتيب الإلهي اللي تكلم فيها يسوع المسيح هي كفيلة أن نشوف أحداث الصلب بالتسلسل بالتناغم بالتوافق والإنسجام مع كلمة الله مع ما هو مكتوب مع ما قاله يسوع مع النبوات العديدة سواء في العهد القديم أو النبوات في العهد الجديد اللي تنبأت فيها عن صلب يسوع المسيح هي بحد ذاتها برهان مثل ظهور الشمس في السماء فالمسيح له السلطان ثم أحبائي نرى أنه الصليب لم يكن ضعف بل قوة تعرفوا في في كورونتوس الأولى الإصحاح الأول كورونتوس الأولى الإصحاح الأول خليني أبتدي من آية تمنطعش مكتوب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء أين الحكيم أين الكاتب أين مباحث هذا الدهر ألم يجهل الله حكمة هذا العالم لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليهود جهالة وأما للمدعوين يهودا ويونانيين اللي آمنوا طبعا فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس طبعا حاش أن يكون الله ضعيف ولكن هنا أحبائي ليثبت نقطة معينة هذا أسلوب بولوس الصارخ والصادم حتى يوصل حقيقة مهمة جدا يعني مثل ما بقول في كورنتوس الثاني إصحاح 13 وهو يدافع عن رسوليته في آية 3 إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم في الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم لأنه وإن كان قد سلب من ضعف لكنه حي بقوة الله فنحن أيضا يعني بوصل الحقيقة لا اللي بحاول بجادل عن علامات الرسول فنحن فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم يعني لدرجة حتى ضعف الله هو أقوى من أي قوة في هذا الوجود يعني أو إذا أنت بتزعم أن هذا ضعف حتى الضعف هو أقوى من أي قوة وأنه في الصليب هو قوة الله وحكمة الله وخلاص وفداء الله فإذا نحب قوة المصلوب منشوف عدة أمور على الصليب المرة واحد المسيح مات في الوقت المعين لا قبل ولا بعد في اللحظة يعني في دخول السبت في تقديم حمل الفس كان بالزب بالزب أسلم الروح والأحداث اللي تمت عند الصليب قوة الصليب مكتوب الشمس أظلمت والأرض تزلزلت والصخور تشققت ويقول الكتاب أيضا انشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل تقرأ هذا في متى 27 من آية 50 لآية 54 إخوتي وأخواتي خلينا أقول بعض النقاط المهمة عن الصليب أو على الصليب نرى عدة أمور أولا قوة الرب يسوع على الصليب بالصليب مكتوب جرد الرياسات والصلاة أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه ظنت الشياطين أنهم قضوا على يسوع المسيح ولم يعلم الشيطان أن بالصليب جرده فضحه يعني كسر أنيابه يعني فعلا ضربوا الضرب القاضية في الصليب جرده يعني لغة عسكرية من النياشين من الميداليات وخلاها مجرد يعني مفضوح أمام العالم الشيطان مفضوح ثم أحب على الصليب نرى عمل الفداء الكامل سبب الخلاص يعني حتى أعجب شيء وأنا بدعوك هناك تشوف الحلقات فوت على السوشال ميديا عن بحلقات اسمها عند الصليب والأشخاص اللي تقابلوا مع يسوع المسيح عند الصليب في صلب المسيح زوجة بلاطوس آمنت قائد المئة اللي حكم يعني اللي صلب وأشرف على صلب المسيح آمن إذ قال بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا هذا الإنسان ابن الله ثم اللص التائب في آخر لحظات حياته وهو على الصليب نال الخلاص إنه قوة عمل الصليب عمل الفداء هذا الخلاص الكامل فليكن فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخدا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسم فوق كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فيسوع المسيح جاء إلى العالم طوعا واختيارا وأسلم نفسه أختار أن يموت وهذا أحبائي إن دل على شيء بتدل على سمو ورفعة يسوع المسيح أخلى نفسه حتى يقدم هذا الخلاص الكامل أيعقل أن الكلمة صار جسدا يهرب من الصليب اصحى وفكر معي عزيزي المشاهد وإحنا قلنا موت المسيح على الصليب هو تتميم للنبوات بحد ذاتها أنك تتمم نبوات عديدة في شخص واحد يعتبر مستحيل ولكن تمت النبوات في شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد على الصليب منشوف تواضع المسيح الاتضاع الكامل والتواضع أحبائي هو من سمات الكبار إذا ملك اختار أن يغير ملابس الملوكية ويلبس ملابس فقراء المجتمع هل غيرت من شخصية الملك؟ هل غيرت من سلطان الملك؟ إذا أخذ الملابس لفترة مؤقتة حتى يكتشف رعايا على الأرض فكم بالحري يسوع المسيح يعتبر يعني كامل الكمال وأخلاقياته كاملة بلا خطية اتخذ جسد في ملء الزمان كإنسان حتى يموت من أجلك ومن أجلي على الصليب فالتواضع هو سمات الكبار الكبرياء هو سلاح الضعفاء عاوزين يتكلموا عن العنف وعن القوة وعن البطش وعن كده ولكن مش عن الاطداع أنه التواضع بيعتبروها الضعف والمحب ضعف لكن بالحقيقة أن هذه قمة القوة هي الوداعة أنه قادر أن يتحكم بذاته يتحكم بنفسه لأنه إله سلطان على ذاته أيضا ثم أحبائي ماذا أقول الصليب هو إعلان لقوة الله بينما يظن الناس أن الصليب ضعف هو بالحقيقة أن الصليب هو إعلان قوة الله قولنا نحن جرد الشياطين ولكن نشوف عدة أمور من قوة الله قوة الله للخلاص قال الرسول بولوث لأني لست أستحب إنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني ثم أحبائي مكتوب كما قرأنا في كورونتوس الأولى آية 18 فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فهي قوة الله لاحظ في آية 2 من إصحاح 2 من نفس السفر كورونتوس الأولى مكتوب لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله بل بقوة الله فإذن قوة الله للخلاص هذا ما نسميه العمل الكفاري الموت البديلة اللي المسيح في الصليب وفه وتمم العدل الإلهي وإنه هذا الخلاص خلصنا من سلطان الخطية ومن عبوديتها أحباء مكتوب الذي أنقضنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته شيء آخر الصليب لم يكن النهاية يعني إذا الناس فكرت أن المسيح اتصلب وأنه النهاية يا حرام فإذن يمكن بيكون مات بسبب أخلاقيات العالية مثل سقران أو مات ظلما أو مات شهيدا ولكن حاش أحبائي فالصليب لم يكن النهاية بل هو الطريق لتحقيق الفداء بعد الصليب توجد القيامة فالمسيح هزم القبر وهزم الموت وهزم الخطية أيضا فالصليب هو طريق الخلاص القيامة هي التي توجت المسيح ربا ومخلصا لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص شيء تاني الصليب هو قوة أو يظهر قوة محبة الله قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه فيظهر قوة المحبة في رؤية وحد خمسة الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه ثم شيء آخر الصليب يظهر قوة الغفران الكامل الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح يسوع إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا مكتوب أحبائي في أعمال عشرة له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا قوة الغفران الكامل طلب من الآب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون بل هو غفر للص التائب عندما قال له اليوم تكون معي في الفرداوس ثم أحبائي نرى قوة التطهير والقداسة في عبرانيين إصحاح تسعة عبرانيين إصحاح تسعة خليني أقرأ بعض الآيات أو أقرأ على الأقل آيتين في آية 12 وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي آية 14 ثم أحبائي بصراحة الصليب هو العلاج لمشكلة الألم قوة على احتمال الألم فالمسيح تعاطف مع إنسانيتنا كإنسان كامل تعاطف مع بشريتنا فلا يستطيع أي إنسان أن يتهم الله في موضوع الألم لأن الجواب موجود في يسوع انظر يسوع المرسوم المصلوق أمام عيونكم إذا عندك مهما كانت مشكلة الألم عندك انظر إلى يسوع المسيح ومر بأحداث الصلب التفاصيل اللي مر فيها يسوع لابد إنك فعلا يعني إنه تعتبر الألم حتى بركة تعتبره بركة ثم أحبائي قوة الدينونة لم يأتي ليدين بل ليخلص ولكن هذه الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن أجرة الخطيئة هي موت في دينونة أما هي بطلة فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا خليني أخد مكالمة في هذا الوقت من الأخت مريم من مصر أهلا وسهلا أخت مريم أنت معانا على الهواء مساء خير مساء البركات أهلين أخت مريم سلام المسيح معاك أسيس يا ترسوتي واضح واضح جدا مرسي على الحلقة وعنوانها أنا بفهم جدا إخواتي المسلمين لما يكون عندهم لابس في قصة إن الصلب ضعف أنا كنت مسلمة مورودة مسلمة والمسيح نور عناية وبدأت أفهم مع الوقت ليه المسيح استخدم الصلب علشان يفك أسري لما باك اتكلم دلوقتي مع مسلمين لأن ربنا شرفني بخدمة أن أنا أكون أتكلم مع أخوتي المسلمين فبيقولولي دايما سؤال هو لو كان ربنا ما كانش يقدر يخلص نفسه من المصير ده أنا بصراحة بيصعبه علي ليه لأنه بيفكروني بالفرسين لما قالوا له يخلص كثير يخلص نفسه طب هو أساسا أنا برد عليه على طول ويخلص نفسه ليه كان هو أصلا جاي على الأرض عشان كده يعني هو المسيح فكرة تجسده كان إيه سببها تجسده عشان يموت هو جاي لكي يموت وليه جاي لكي يموت لأن ببساطة إن إبليس هو سقط الأول في الخطية سقط في خطية الكبرياء وعشان هو كاره للبشرية هو عايز البشرية تسقط معاه لكن ربنا بيحبنا عايز يقطع إيد إبليس اللي مسكها إن إبليس ده كأنه لويني مسكني من إيدي اللي بتوجعني عندنا المثل ده في مصر بنقوله إن لما يكون شخص ضعيف في حاجة يجي واحد يروح لوينه دراعه في الحتة اللي بتوجعه فيه فلو هو عمل معي كده أنا مش هارف أخلص منه ليه لأنه مسكني من نقطة ضعفة جي المسيح وقال ماشي أنت شايف النقطة ضعفة البشرية هي الموت أنا حبيد بالموت الموت يعني أنا هدوس الموت بالموت وفيه شعر عربي قديم بيقول دواني بالتي هي الدقو التي كانت هي الدقو يس بالضبط فالمسيح عمل المسيح أخذ المصير الأبدي بتاعي اللي هو الموت أنا اللي كنت مفردة موت على الصالب بذاله لأن أنا بخطيتي أنا قطعت علاقتي بي أنا عملت فعل التعدي بخطيتي تجاه الله فقطعت علاقتي بي فكان مصيري هو الموت المسيح جي أخذ المصير اللي أنا كنت المفروض أدفعه واللي المفروض كان كل شخص يدفعه فهو أنا بالنسبالي أنا دلوقتي إبليس ملوش سلطان علي يعني ما يقدرش يشتكي دافعت ما حيث سقها ومكتوب كده في كلوس التانية أن السق الذي علينا في الفرائض مش بس كده مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا زافرا بهم في الصليب فيه اللي هو عائدة في الصليب يعني ماهنا كده إيه هو دلوقتي جرد الرياسات والسلاطين بتاعت إبليس من كل سلطانهم علي أنا أنا الضعيف اللي كان هم مليون سلطان علي بالخطية فدلوقتي انتصاره هو على الصليب نقال لي أنا إحساس الانتصار ليه كأني دخل امتحان في الحياة وأنا عارفة النتيجة مسبقا أن أنا نجحة يعني أنا بشكع كل أخ مسلم أو كل أخت مسلمة تتخيل المنظر بالشكل الإيتي كأن عندك امتحان امتحان صعب قوي بس انت دخل الانتحان وانت نفسيتك مرتاحة أن النتيجة قردي انت حد جبها لك من الكنترول وقال لك أنك مكحة هتدخل لها ازاي هتدخل لها بثقة عارفة أنك ممكن تسقاطي في وقت احنا بش بنقول ان احنا يعني ما بقناش بنخطأ بنخطأ بس الروح الكدس بيقومنا وبيقومنا من الخطية والحياة مع المسيح هي حياة جهاد على الفكرة المسيحية ما فيهاش تسيب بالعكس احنا ما عندناش ان احنا نغطي من برا ونعمل منظر قدام الناس نحن متدينين لكن كلنا من جوانا كل عفن ونجاسة لا احنا من التغيير داخلي احنا مش فكرة انا بلبس حجاب من اولي الاخري انا فكرة ان انا قلبي محجب من الخطية نفسيته محجبة ضد الخطية عناية محجبة ضد شهوات النظر والسائر الاشياء المسيح يغير من جوه الفكرة من برا هتتغير لما انت الانسان يتغير من جوه ليه لان انا انا بتحرك من دافع منتصرة انا واحد قردي منتصرة ليه لان انا منتصرة في المسيح المسيح اتصلب عشاني فداني كوة على الانتصار على الصلي على الابليس وابليس ما يقدرش يلوي دراعي تاني بالخطية امين امين لو سألتك في نص دقيقة اخت مريم يعني فكرة الصلب كيف اقتنعت فيها وكيف قبلتها انا قبلتها لما فهمت ان حقيقة التجسد لاني كانت الاول كان اول سؤال طبعا كنت بسأل بكل تواضع مش بسأل علشان يعني اقرف اللي قدامي اذا كان ربنا مات على الصلي مين دور الكون دا كان السؤال البسيط بتاع اي مسلم فلما فهمت الشرح بتاعها ان ربنا لا يحدد بجسد يعني المسيح مش معنى ان ربنا كان متجسد في المسيح معنى انه هو مش موجود everywhere لا هو everywhere احنا كده بنحد بمحدوداتنا البسيطة حدودية ربنا وده ما ينفعش فالمسيح مجرد انه هو دخل الامتحان اللي ما فوت كنت انا ادخله اللي هو دخل لحظة الموت اللهوت ما جرلوش حاجة نسوته هو اللي مات لكن اللهوت اكتاز معا تجربة الموت لكن طبعا اللهوت ما بيموتش فلما فهمت اسلمت حياتي للمسيح لان الموضوع لا يستعفع البشر يعني ابليس عشان هو متكبر ممكن ما يفهمش الصلب ومش عايزنا نفهم الصلب بالتكبر لكن لو الواحد جيت واضع قدام ربنا وقال له يا رب انا مش فهم فهمني لازم يكون واثق ان ربنا حيفهم امين يا اخت مريم امين ربنا يباركك لك انا عاوز كمان اضيف التلاميذ لم يقدروا ان يفهموا فكرة الصلب يعني اما كان ينبغي ان يدخل مجده يعني حتى المسيح كان دايما بيشرح للتلاميذ ومثل ما ذكرت انه اضطر ان يوبخ بطرس في حالتين لما كان في رفض لفكرة الصليب ولكن لاجل هذا جاء يسوع المسيح هل خطر على بالك تسأل هذا السؤال ماذا لو لم يمت يسوع المسيح فعلا هل فكرت في الموضوع شو بيكون لو المسيح لم يمت وفعلا سمع لليهود وقالوا انزل عن الصليب فنؤمن بك شو بيكون حقق احبائي خلينا اقول احبائي لو لم يمت المسيح على الصليب اولا لكان المسيح يا رب سمحنا اقول هاي الجملة لكان كاذبا مدعيا باطلا لانه وضع كل الفكرة الكتاب وكل مجيء على فكرة موته على الصليب فلو لم يمت على الصليب لكانت كل المسيحية هي اجزوبة نفس الشي لما بولص بيشرح عن براهين القيامة او لم لو لم يقم المسيح قد قام باطل ايماننا باطل انكرازتنا كان المسيح مات يعني عبث كنا بعد بخطيانا الى اخره فاذا اولا لكان المسيح كاذبا شيء تاني لو لم يمت المسيح على الصليب كان بيكون كلام الله كله محرف تحريف لكلام الله لكان هذا الكتاب المقدس كتاب محرف ولسيما من اول التاريخ الى مجيء يسوع المسيح حتى الخروف المذبوح اللي بيتكلم عنه في السماء كله بيتمحور حول الفداء حول الخلاص موت المسيح وقيامته من بين الاموات فلو ما ماتش المسيح كان هذا الكتاب محرف النبوات والرموز والدبائح وكل اللي في الكتاب كان ما الوش اي نفع ولا اي اهمية الشئ التالت احبائي لو لم يمت المسيح لكانت هذه العقيدة عقيدة المسيحية او اساس العقيدة المسيحية باطلة مهدومة من اساسها ولكن المسيحية هي الصليب والصليب هو المسيحية من اجل هذا حاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح كما قال الرسول بولوس فاذا في الصليب تم الخلاص واعطاك الحياة الابدية كل ما عليك انك تشغل بالايمان التوب وتآمن بيسوع المسيح حتى تحصل على الخلاص الكامل والحياة الابدية بصلي من كل قلبي انك قبلت يسوع المسيح ربني باركك اشتركوا في القناة